فاللي انا قلتم بارح بقوا كرروا اليوم لعبة الاهلي الحاليين هم الافضل في مراكزهم في مصر مش كلام لو الاهلي محتاج دعم هيشتغل عليه بطريقته النادي الاهلي شغال على دعم بالمناسبة هناك صفقات حتيجي النادي الاهلي لكن انا بكلم عن وجهة نظرنا في البيت الكبير ودي بالمناسبة وجهة نظر عدد ليس بالقليل من جمهور النادي الاهلي اللي بيكلموني ممكن يكلمني في اليوم عشرين تلاتين واحد فبتكلم معاهم بهذا الشكل اللي انا بتكلم به مع حضراتكم ممكن جدا بعض منهم يقولي يتوافق معايا في هذا الكلام والاخر يقولي اسلام لا بس احنا عندنا ناس تانية احسن وافضل او في ناس محليين افضل من بعض اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي لكن الاغلب لو بيكلمني تلاتين واحد اكتر من عشرين بيقتنعوا بوجهة النظر او هم نفسهم بيقولوني الوجهة النظر دي الناحمد زي الحج احمد على المستوى العالي المستوى العالي كل لعيبة مصر مستوىهم عالي جدا فانا بتكلم على المستوى العالي شو محدش يقولي انت بتقلل من لعيبة مصر لا لعيبة مصر احسن لعيبة وافضل لعيبة وكل حاجة ولكن انا بتكلم على المستوى العالي فمعظم جمهور الاهلي اللي بيكلموني بيقولوني هذا الكلام فانا قلت لا انا هطلع اتكلم في هذا الامر وحقول وجهة نظري فمثلا يعني نهاردة او منذ قليل تم الاعلان على ايبوكا لاعب نادي امبي انتقاله من نادي امبي للنادي سيراميكا كيلوباتر نادي امبي بناء على الاعلان اللي حصل نادي امبي خدت نلاعيبة من نادي سيراميكا كيلوباتر نتنلاعيبة كويسين طيب لما جيت انا بقى مع مجموعة العمل مع الناس المختصة عندنا هنا في البيت الكبير او في قناة الاهلي علشان نتكلم او نجيب الستاتيكس او التحليل لابوكا من الالف للياء في كل ما يخص انا بقى لي شغال على الموضوع ده باتر لقيت ان ايبوكا لعب جامد جدا وواحد من افضل اللعبة رؤوس الحرب اللي موجودين في مصر ولكن مع امبي او مع سيراميكا كيلوباتر ازاي لان ايبوكا بيلعب في المساحات افضل كتير جدا 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 ما يلعب تحت ضغط وفي المساحات الديقة في المساحات الواسعة يعمل لك اللي انت عايزه طيب طريقة لعب النادي الاهلي طريقة لعب النادي الاهلي كل الفرق بتعمل ايه تلعب 11 واحد في نص ملعبها وبتعتمد على الهجمات المرتدة وبالتالي دي وجهة نظر الشخصية او وجهة نظر البيت الكبير مالهاش علاقة بوجهة نظر النادي الاهلي انا بقول لحضراتكم التحليل الرقمي بكرة او بعده هوصله لحضراتكم ازاي انا اللي استعجلت بس وقلته النهاردة هقول لحضراتكم ازاي لكن ده بتكلم على ايبوكا تحديدا ده اللي تقال ان هو انا معرفش برضو اذا كان عرض عن النادي الاهلي ولا لا لكن انا بتكلم مع حضراتكم بالعقل وبالمنطق في المساحات الديقة مش هيبقى كويس مع النادي الاهلي ايبوكا لو النادي الاهلي كان طالب ايبوكا يعني فتحليليا ومنطقيا ايبوكا ما ينفعش مع النادي الاهلي هل ده معناه ان انا بقول ان ايبوكا لعب وحش لا انا بقول ان ايبوكا ده وجهة نظري واحد من افضل رؤوس الحربة اللي موجودين لكن بيلعب في المساحات الواسعة بافضل بكتير جدا من المساحات الديقة خلاص فدي وجهة نظر وجهة نظري او وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير ان انا كنادي اهلي ما ينفعش اتعاقد لمجرد ان انا اتعاقد وخلاص ما ينفعش ان انا اتعاقد مع العيب الا لما يكون افضل من اللي عندي وهقول لي حضرتك بالاسماء عايز حضرتكم تبعتولي على السوشال ميديا على السؤال يا شباب قلولي هتحط السؤال فين وكده عشان نقوله للناس ولو سمحته حلو جدا اهو حضرتكم على كل صفحات الرسمية للقناة الاهلي ابعتولي وانا هسأل السؤال مرة تانية واحد زي مثلا محمد محمود هتولي واحد اجيبه من برا يلعب رقم عشرة مثلا افضل من محمد محمود لو محمد محمود خد خمس ست سبع تمن مطشط وربع اللي هي فترة الاعداد والمباريات الودية وكذا وكذا دي دي وجهة نظر انا بقولها وده انا باقترحه على او بقوله لإدارة الكرة في الناس الاهلي هل وفقوا عليه او يوافقوا معرفش طبعا لانه إدارة الكرة في الناس الاهلي افلى على كل حاجة حتى على لما ييجي بس يتم الاعلان بيكلموه يقولنا يا جماعة هيتم الاعلان عن كذا 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 وبنعمل لكن يا جماعة انا مش هروح انا وجهة نظري ان انا مروحش اجيب صفقات لمجرد ان انا جيب صفقات وان النادي الاهلي جاب خمستاشر صفقة برافو يا نادي اهلي ان انتو جبتوا خمستاشر صفقة لا النادي الاهلي بيحدد اللي هو عايزه وايه اهدافه وايه اللي بيعمله فداي بقى كويس هو ده اللي النادي الاهلي بيفكر فيه دايما البعض حيطلع يقولك زي انبارح قالك اسلام بيحضر ان ما فيش صفقات هتحصل الفترة اللي جاي وده مش حقيقي لانه بالفعل حصل صفقات مش هقدر اتكلم فيها ولا هقدر اقولها غير لما يتم الاعلان عنها لكن انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى العقل والمنطق اللي عنده حاجة تانية اتمنى انا دايما بحب تناقش مع جمهور النادي الاهلي من كل اللي اتجاهاته ممكن يبقوا وجهة نظرك وحضراتك وانتو اللي صح مش اسلام لكن اللي انا بقوله ده مش وجهة نظر اسلام دي وجهة نظر مجموعة بقالها من اسبوع لعشر تيام بتحلل قصة ابوكة بس مش حد تاني ابوكة مثلا بس بس بما انه خلص النهاردة وراح نادي تاني فاقدر اتكلم عنه عشان محدش يقولك ده بيتكلم كده عشان راح الاهلي او مجيش الاهلي او كذا ف وده بعيدا عن ادارة الاهلي وادارة الكرة في الاهلي دي وجهة نظر بيت الكبير فقط بعيدا عن اي حاجة تاني